توصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية ودبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السهر الرسمية وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبطي 94 قضية تمونية بمضبطات قرابة 230 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط ما يقرب من 55 طن سلع غذائية وغير غذائية مختلفة أما في مجال الاستلاء على السلع المدعمة تم ضبط 3.5 طن سلع مدعمة و22 ألف لتر مواد بيترولية وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية تم ضبط ما يزيد عن 144 طن كما تم ضبط خمسة أطنان إسمنت في مجال حجب مواد البناء وفي مجال البيع بأزيد من السعر الرسمي لمواد البناء تم ضبط ما يقرب من 22 طن حديد تسليح وإسمنت